بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة سيدنا وإمامنا وحبيبنا أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في حق أمير المؤمنين يا علي أنت قسيم الجنة والنار وفي حديث آخر يا علي أنت قسيم النار تقول هذا لك وهذا لي نعم أمير المؤمنين لأنه معيار للحق وميزان الحق وقد قال النبي في حقه علي مع الحق والحق مع علي فالذي يوالي عليا هو من الناجين والذي يعاديه هو من الهالكين لا شك ولا ري في هذه الأيام في يوم الواحد والعشرين من شهر رمضان استشهد وليه الأعظم أمل المستضعفين في الأرض صاحب القلب الكبير والسجدة الطويلة والذي لا تأخذه في الله لومة لائم علي بن أبي طالب عليه السلام استشهد بعد معاناة طويلة وطريق طويل لأجل الحق وفي الحق فما كان يجامل على الله أحد قلنا أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يعاني من رد الناس عليه أوامرة فقد أعطاهم الحرية التي لم يكن يعرفونها مع الحكام الذين سبقوا أمير المؤمنين فعلي سلام الله عليه كان قرآنا يتجسد على الأرض وكان كل مشروع السماء يتمثل بأمير المؤمنين عليه السلام ولذلك كانوا للأسف يستغلون هذه الرحمة المهدات من قبل الله رحمة تنفست بها السماء على الأرض كان عمرها قرابة الخمسة أعوام في حكومة أمير المؤمنين الرشيدة هذه الحكومة التي هي الآن نموذج الإسلام الحقيقي الذي نقدمه إلى العالم جميعا وكلنا نفتخر بالحقبة التي مرت في زمان حكومة أمير المؤمنين كيف أعطى لكل ذي حق حقه ولكن للأسف كثير من أولئك الذين عاصروا هذه التجربة العظيمة استغلوا هذه الفسحة من العدالة والرحمة فكانوا يردون عليه أمره ولذلك ورد أن أمير المؤمنين في الستة أشهر الأخيرة من عمره الشريف كان يعاني سلام الله عليه من أن الأمة لم تكن له مطيعة فكانوا يردون عليه أوامرة مما اضطره كما أسلفت أن يكتب قصة حياته يحدثنا الشيخ عباس القمي في المنتهى الأمال أنه كان في أشهره الأخيرة مريضا سلام الله عليه وقد أقعده المرض بحيث ما كان يقوى على صعود المنبر فكان يحمله الحسن والحسين يأتون به إلى مسجد الكوفة يجلس عند الباب ويقرأ الخطيب خطبته مكتوبة كان يعاني من هذا الألم ولذلك في هذه الأشهر الأخيرة كان مما كتب أنه كتب قصة حياته وذكر كل ما مر عليه بعد وفاة رسول الله إلى النهروان وما جرى له مع الخوارج وذكر كل هذه السنين في تفاصيل في كتاب وأشهد عليه عدة من البدريين ممن شهدوا بدر مع النبي صلى الله عليه وعلا وأمر أبو رافع كاتبه أن يقرأه مع هؤلاء الشهود كل يوم جمعة على مسامع أهل الكوفة هذا التطور يقول عنه سليم بن قيس الهلالي صحابي وحواري أمير منعي السلام في كتابه العظيم كتاب سليم ابن قيس الهلالي هذا الكتاب المهم جدا لأنه ينقل حوادث لا ينقلها غيره من المؤرخين وسند رواياته كلها سند عال هو يروي عن سلمان الفارسي وأبو ذار والمقداد وأمثال هؤلاء العظماء الرعيل الأول من المسلمين والصحابة الأوائل ممن شهد لهم الجميع بالصدق والأمانة والوثاقة كتاب سليم يجب أن يكون متوفر في بيوت المؤمنين على غرار كتاب نهج البلاغة ومفاتيح الجنان وأمثاله يجب أن يكون هذا الكتاب متوفرا لقراءة هذا التاريخ للأسف لأن هناك صورة أخرى للتاريخ لم تنقل لنا إلا من خلال كتاب سليم وأمثاله يقول السليم ابن قيس الهلالي وهو من شيوخ الشيعة فما أسعدنا نحن في تلك الأشهر وقد ترك أمير المؤمنين أخيرا شيئا من التقية التي كان يعيشها عليه السلام نعم أمير المؤمنين عليه السلام كان يعمل بتقية شديدة لأن الناس همج رعاء كانوا يردون عليه أوامرة ولكنه اضطر في هذه الأشهر الأخيرة من عمره الشريف أن يبين الحقائق ويذكر هذا في كتاب وأشهد عليه عدة من البدريين والذين شهدوا أحاديث رسول الله في حقه عليه السلام ذكر هذا الكتاب وقرع على الناس فكان له أعظم الأثر ولعل هذا الكتاب في تلك الحقبة وضعت قواعد التشيع وبانت معالمه في الأشهر الأخيرة من عمر أمير المؤمنين بانت معالم التشيع الحقيقي الذي هو عليه اليوم في الأشهر الأخيرة من عمر أمير المؤمنين هذه المعالم وأصبح التشيع ليس فقط الحب لعلي بن أبي طالب وموالاته والتعاطف معه في حقه وإنما الثبات والوقوف على موقفه والوقوف في وجه أعدائه وتطور هذا التشيع العظيم تطور تطورا مهما على يد الطاهرين من أولاد علي عليه السلام بعد ذلك وينقل هناك أنه في هذه الأشهر بعدما سمع الناس هذا الكتاب وقرأوا أمير المؤمنين في حياة أمير المؤمنين رجع إليه الناس وأطاعوه واجتمعوا عليه في النخيلة هو هو يحدثنا في كتاب له إلى قيس بن سعد بن عبادة وهو من آخر كتبه عليه السلام إن الناس قد اجتمعوا عليه أخيرا وفي حربه إلى صفين إلى معاوية للشام لأنه كان يدعوهم بعد النهروان التي وقعت سنة 38 للهجرة النهروان من سنة 38 إلى سنة الأربعين كان يعاني كان يطلب من الجند أن يذهبوا إلى القتال فكانوا يسوفون طلبه هذا حتى جاءت الستة أشهر الأخيرة مما اضطره أن يكتب هذا الكتاب فيرجع الناس إليه واجتمعوا عليه وهنا قلنا أنه بانت معالم التشيع واضحة صريحة وأيضا هناك روايات تذكر أنه الشهادة الثالثة أشهد أن علي ولي الله في الأذان ذكرت في هذه الأشهر الأخيرة بمسمعا منه سلام الله عليه فقد سمعها وأمضاها ردا على التكفيريين وهم الخوارج الذين كفروه الذين استحلوا دمه وكفروه فما كان إلا من شيعته أن يذكرونه في أذانهم ويعلنون أنه ولي الله وأنه حجة الله وأنه معيارا للحق ردا على الخوارج فطرح اسمه في الأذان بعد الشهادة الثانية كل هذا في هذه الأشهر الأخيرة من حياته الشريفة ولذلك نقول أن هذه الأشهر كانت هي الفيصل في إظهار معالم التشيع الذي هو عليه اليوم بعد هذا الكتاب قام أمير المؤمنين بخطوة جريئة وجبارة ونحن قلنا أن هذه الخطوة هي من عجلت في تصفيته شخصيا سلام الله عليه من قبل أعدائه الذين نعتقد أنهم كانوا في ثلاثة دول يقيمون وأن هناك مؤامرة دولية كبرى حصلت لتصفية أمير المؤمنين لأنه يمثل المشروع الرسالي مشروع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وهو مشروع السماء الذي أرادته لأهل الأرض عطل هذا المشروع بشهادة علي بن أبي طالب بموت هذا الرجل تعطل هذا المشروع ويبقى معطل إلى ظهور ولده الحج بن الحسن عليه السلام لم يجد هذا المشروع السماوية الأطروح السماوية تعطلت باستشهاد أمير المؤمنين عليه السلام ولم تجد لها فرصة للتحقق والوجود إلا على يد رجل من ولد هذا الرجل العظيم وهو المهدي الموعود سلام الله عليه فقد وعد هذا المشروع بعد خمس سنين منغصة من قبل دول خطيرة وطواغيت كانت لهم مصالح سياسية دنيوية مهمة هم الذين استصفوا جسديا أمير المؤمنين نتيجة هذه الخطوة التي قام بها الخطيرة جدا وهي أنه قام بتحرير النقد الإسلامي أمير المؤمنين في زمانه بأمر منه مباشر طبع أول وضرب أول درهم إسلامي في الكوفة في عهد أمير المؤمنين مما يعني استقلال الاقتصاد الإسلامي عن سلطة وسطوة بيزنطة بيزنطة قيصر كان يحتكر الأموال كانت الأموال تأتي حصرة من بيزنطة وتذهب إلى يد المسلمين وما كان هناك نقد حقيقي للمسلمين إلا على الخطوة الرائدة الجبارة التي قام بها أمير المؤمنين فكان قيصر يفرض أجنداته وشروطه على المسلمين من خلال الأموال التي يبثها في الأسواق الإسلامية كانت بيزنطة هي التي تحتكر الاقتصاد ولا يمكن لأي قرار سياسي أو ديني أن يطرح من دون استقلال اقتصادي هذه الخطوة هي التي سببت في تعجيل في تصفية أمير المؤمنين والدليل على هذا هي العلاقة الدافئة والتفاهم السياسي الذي حصل بين قيصر ومعاوية فإنه بعد شهادة أمير المؤمنين عطلت هذه الخطوة الرائدة ورجع النقد إلى نقد قيصري وبيزنطي ووئدت هذه الرؤية وهذه الخطوة التي خطاها أمير المؤمنين في استقلالية الاقتصاد الإسلامي وبالتالي استقلالية القرار المسلمين معاوية ما إن رجع واستلم الحكم بعد شهادة أمير المؤمنين حتى أعلن بأن النقد هو نفسه نقد بيزنطة وألغى هذا الدرهم الإسلامي الذي طبع في حياة أمير المؤمنين ويوجد بعض نسخ هذا الدرهم في بعض المتاحف العالمية وقد طبع في سنة الأربعين للهجرة يعني السنة الأخيرة لشهادة أمير المؤمنين من عمر أمير المؤمنين عي السلام هذه الخطوة تحرير النقد الإسلامي عجلت بشهادة أمير المؤمنين من قبل هؤلاء الطواغيت في بيزنطة ودمشك ومصر من قبل قيصر ومعاوية وعمر بن العاص هم الذين قتلوا أمير المؤمنين لأجل هذه الخطوة المهمة الخطيرة لأن علي كان يمثل المشروع الإسلامي ويمثل الأطروحة الإلهية التي يراد لها أن تحكم الأرض فاستعصلت وصفيت جسديا لأجل هذا القرار الذي أسسه أمير المؤمنين وهكذا نجد أن أمير المؤمنين في شهر شعبان يكتب رسالة إلى معاوية أن ألقني في صفين بعدم رمضان وقد فكر معاوية كثيرا في أن يطلب لجوعا عند بيزنطة لو لا أن قيصر عجله بسم فتاك على يد هذا الإرهابي الخارجي الذي هو متعطش للدماء وهو ابن ملجم الذي كان جنديا في مصر في دفتر مصر وجاء إلى في أواء الرمضان أو آخر شعبان إلى الكوفة محمل بسمون بيزنطة وسمى سيفه والتقى بوكيل كما يذكر ابن مسعود في مروج ذهبه على أنه أعانه وكيل مالي لعمر بن العاص في الكوفة بمائة ألف درهم أعانه بهذا المبلغ لاختيال أمير الممعي السلام وحقيقة هناك أسى ولوعة عندما نجد أن هناك من يقول أن أمير المؤمنين راح ضحية طلب قطام امرأة في الكوفة مهرا من ابن ملجم بعد أن أعجب بها طلبت منه مهرا وهذا المهر ثلاثة ألاف درهم وعبد وخادم ودم علي بن أبي طالب هذا الكلام غير منطقي ولا يقبل له وذلك لأن هذه المرأة كانت امرأة رخيصة في الكوفة ما كانت تمنع أحدا يريدها أو يطلبها ولأجل ذلك ما كان يستوجب الأمر أنه تطلو هكذا مهر بل إنما جئ بها لابن ملجم لإقناعه لأنه تراجع عن فكرة قتل أمير المؤمنين بعد أن سأله الأشعث الكندي لما هذا التردد قال أخشى يا أشعث أن أكون أشقاها لأنه وردت إلى مسامعه حديث النبي الذي كان يتداوله المسلمون عبر الأجيال من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في حق علي يا علي يقتلك أشق الأولين والآخرين الذي يضربك على رأسك فيخضب منها شيبك قال له أخشى أن أكون أشقاها فما كان من هذا اللعين الأشعث الكندي إلا أن جاء بهذه الملعونة قطام لكي تشجع وتؤنس وتشجع هذه الفكرة لديه في أن يقتل علي عليه السلام وهكذا هو الذي حصل وليست أنه مهر وإنما هي معامرة دولية أريد لها تعطي المشروع رسالي خطير جدا بحياة أمير المنين لو كان قد قدر لأمير المنين أن يدخل الشام ويقضي على هذا الملعون معاوية ابن أبي سفيان لكان تغيرت وجه الأرض فأمير المنين قام بخطوات جدا جريئة وشجاعة وخطيرة أمير المنين نشر روح الحرية عند المسلمين وأوقف الغزو والغزوات والفتوحات واستبدلها بالدعوة إلى الله فكان كل ولاته كان إذا يبعث واليا على مدينة يأمره بالطاعة والتقوى والهداية ولئن هدى الله بك رجل خير لك مما طلعت عليه الشمس وكتابه عهده إلى مالك الأشتر يعتبر قانون لحقوق الإنسان وحقوق الرعية وحقوق الدول وكيف يقام العدل في البلاد هذا هو سياسة أمير المنين وهذا هو وهذا هو عدل علي بن أبي طالب هذه الخطوات لو قدر لها أن تحكم الأرض لن رأينات الأرض قد تغيرت وتغير هذا الظلم وارتفع من وجه الأرض وسادة العدالة والحق العام في بين الناس جميعا ولكن قدر الله وما شاء فعل إذن أمير المنين بعد أن اجتمع عليه الناس وأعلن أنه مقبل ذاهب إلى الشام وأخبر معاوية برسالة قريب شهر رمضان لأنه إلقني في صفين وبعث رسالة من أواخر كتبه إلى قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري إني حبست نفسي على مجيئك كان واليها على ذربيجان ومتى ما جئت ذهبنا إلى عدونا وعدو الله معاوية وهكذا تأخر قيس حتى جاء رمضان وانتظر أمير المنعي السلام ينتهي الشهر الكريم ويذهب إلى صفين بعد أن اجتمع عليه قرابة 64 ألف أو 65 ألف من شيعته وكانوا كلهم مصممين على القضاء على معاوية ووأد فتنته ولكن جاء هذا الخبيث في يوم التاسع عشر من شهر رمضان وقام بهذه جريمة نكراء حيث ضرب إمامنا أمير المنعي السلام في مسجده غدرا لأنهم يعلمون أنهم لا طائل لهم به ولا قبل لهم به في مواجهته إلا أن يغدروه في صلاته وهكذا أخذ غدرا في نافلة الفجر الحق أنه قتل سلام الله عليهم في نافلة الفجر وليست في صلاة الفجر لأن المسجد بعد فيه خلوة من الناس والناس تجتمع وإلا بعيد أن يكون في الصلاة وفي أثناء صلاة الجماعة والصفوف مزدحمة الناس تشاهد هذا اللعين كيف يقبل وأكيد سوف يمنعونه ولكن في النافلة الناس بعدوا في حال اجتماع للصلاة واستنز الفرصة هذا الخبيث انتهز فرصة أن أمير منين وحده في محرابه فذهب وقام بهذه الجريمة النكراء حمل سلام الله عليه إلى داره التي هي دار ابن أخته ابن أمهانة في الكوفة وبدأ عليه السلام به السوم لأن السيف مسموم وجئ بهذا الخبيث ابن ملجم ابن ملجم بعد أن ألقي القبض عليه وجئ به مكبلا إلى أمير من يعي السلام فلما رآه عليه السلام قال لماذا أبئس الإمام كنت لك لأن هذا كما أسلفنا كان مسجل في دفتر مصر لما انتقل إلى الكوفة بكل صلافة ذهب لأمير منين وأخذ عطاء من عنده يعني أول شهر رمضان أو آخر شعبان هو التقى بأمير منين وأمير من كان من عادة يوزع العطاء فإجه فقال أنت من أين سألك في مصر أمير من يعي السلام دفع له واخذ يحد النظر إليه وترنم بهذه الأبياء تريد حياته ويريد وفاتي أو موتي إذن أعطاه وأنعم عليه ومع ذلك أمير من يعي السلام يسئل هذا السؤال لماذا أبئس الإمام كنت لك وإذا ابن ملجم يقول كلمة إلى الآن الناس تقف عندها حقيقة مجدوها وهي أفأنت تنقذ من في النار يا علي يعني يقول أنا من أهل النار من أهل من حطام النار أي دروح للنار تتنقذني من النار يعني يعترف ببؤسه وأنه غلبته شقوته على هذا ولذلك أمير من يعي السلام تركه معتقل وعمر رسول الله عليه بأن يطعم مما يطعمه هو من طعامه وشرابه سقوه والغريب عبارة من أمير المؤمنين في حق الحسن للحسن يقول اطعموه اطعموه اطعموا أسيركم أما ترونه قد غارت عينا يعني خوفا هلا لاحظ إحساسات أمير المؤمنين مشاع الجياشة حتى على وإني أجزم أنه لو قدر له أن عاش من هذه الضربة لا عفى عنه وترك صلى الله عليه هؤلاء هم المحمد كلهم قيم كلهم شمم كلهم شموخ كلهم رحمة صلى الله عليه وسلامه عليه والتقى بهذا واجه استدعي له هذا الطبيب النصراني عروة السلولي وكان من أطباء المشهورين عند العرب فجاءوا به إليه وفحص جراحة أمير المؤمنين ينقل شعباس القم في المنتهى أنه استعبر باكيا وقال أحد عهدك يا أمير المؤمنين فإن ضربة عدو الله قاتل مميته وهذه ظاهرة لم تحدث إلا مع علي عليه السلام من أن نصرانيا يبكي على إمام المسلمين لأنه يبكي عدله يبكي رحمته يبكي شفقته هكذا هو أمير المؤمنين وبلى أمير معي السلام يوصي وصاياه حتى جاء يوم الواحد والعشرين يوم الواحد والعشرين من رمضان لأن أمير المؤمنين بحسب الظاهر أصيب يوم الجمعة فجرا يعني يوم تاسع عشر رمضان كان يصادف يوم جمعة فأصيب فجر الجمعة واستشهد سلام الله عليه يوم واحد وعشرين صادف يوم الأحد بعد الظهر يعني عصر يوم الأحد استشهد عليه السلام ولما ضرب عليه السلام ارتجت الكوفة لهذا الراوي يقول حبيب ابن عمر يقول فكان يوم كيوم قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وآله يعني ارتجت الناس الناس في هلأ في لوعة كلهم فزعين خائفين وجلين مضطربين ما كان يصدقون أن أمير مبنين عليه السلام بهذا المجد وهذه العظمة ينتهي أنه مقتول في محرابه فكان يوم كيوم قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وبدأ شيوخ الشيعة يتجمعون لأن الكوفة في ذاك الزمان كانت هي مصدر القرار السياسي وكان هناك جيش معد أمير معي سامي يعده إلى الحرب في الشام فكانت كل الجيوش والقادة قادة الشيعة كلهم كانوا في الكوفة مجتمعين لأجل أنه يتهيئون للذهاب بعد شهر رمضان وحدثت هذه الحادثة الخطيرة والموجعة بقي الناس في أمر عظيم خطير فاجتمعوا عند بعض بيت أمير المؤمنين سامي الله عليه يقول أحد كبار شيعة أمير المؤمنين وهو ينقل لنا هذه اللقطات من ما حدث في اليوم الأخير إلى أمير المؤمنين عليه السلام ينقل لنا أنه كنت عند الدار فسمعت حبيب ابن عمر أبو حمزة الثمالي صاحب الدعاء ينقل عن حبيب ابن عمر يقول كنت عند الدار فسمعت البكاء فبكيت له فلما بكينا عند الباب خرج الحسن عليه السلام وقال ارجعوا رحمكم الله إن أمير المؤمنين يقول لكم ارجعوا إلى دياركم يقول فرجع الناس فبقي الأصبغ ابن نباتة من أحد حواري أمير المؤمنين وولاة على المدائن يقول الأصبغ فبقيت ولم أرجع يقول فدخل الحسن وأيضا سمعت البكاء من الداخل فلما سمعت البكاء بكيت وصرخت يقول فخرج الحسن وقال يا أصبغ ألما قل لكم ارجعوا قلت لا والله يا يا ابن رسول الله لا تحملني قدماي على الرجوع حتى أرى أمير المؤمنين يقول الأصبغ فدخل الحسن عليه السلام إلى البيت ثم رجع وقال ادخل يا أصبغ يعني أخذ ذهو إذن من أمير المؤمنين يقول الأصبغ فدخلت عليه فوجدت أمير المؤمنين وقد سجي في محرابه وقد عصب بعصابة صفراء ما أدري العصابة أشد صفرة أم وجه الشريف يعني وجهه شديد الصفرة لشدة نزيف الدم يعني نزف دم كثيرا لهذه الجراحة وهذه الجراحة وقعت على نفس جرح الذي ضربه عمر بن ودن العامري في الخندق نفس هذا جرح قديم ضربه بن ملجم على هذا الجرح ولذلك هذا الجرح يكون أشد يقول فرعيته بهذا الحال مسجن في محرابه وقد عصب بعصابة صفراء ما أدري أهي أشد صفرة أم وجه الشريف لشدة نزف الدم الذي خرج منه عليه السلام يقول فوقعت عليه أقبله وأبكي فقال أمير المؤمنين يا أصبغ لا تبكي هل هي إلا الجنة أنا أقول ليش تبكي أنا رايح إلى الجنة يقول أصبغ فقلت نعم والله يا أمير المؤمنين أعلم أنك إلى الجنة ولكني أبكي على حالنا من بعدك يا أمير المؤمنين نحن أيتامك يا أمير يقول فقال لي أمير المؤمنين يا أصبغ لا أحدثك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم بأبي أنت وأمي وما أحلى الحديث منك صلى الله عليه يقول فقال علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لي يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة رسول الله يخبر أمير المؤمنين يقول لا أنا وأنت أبوا هذه الأمة فانظر ماذا صنعوا لأبيه ولذلك يقول فعلا هذه أمير مني حرمته للأمة كحرمة الوالد على أولاده ولكنهم هؤلاء كلهم عقوق أعقوا أباهم بضربهم أمير مني هم أعقوا أباهم فعلا يقول ثم ودعته وخرجت فما إن خرجت حتى سمعت صياحا كثيرا وعويلا فعلمت أن الأمر جدا خطير وأن أمير مني ميؤس منه في هذه الحالة لما بدأ فيه الموت والنزع وقد اضطرب الناس فاجتمع سلام الله عليه عنده عياله وأولاده وعمر سلام الله عليه بأن يجتمعوا أهل بيته فلما اجتمعوا عنده نص على إمامة الحسن والحسين وأنهم هم الأوصياء من بعده كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله بذلك وعمر أهل بيته أن يطيعوا الحسن والحسين وعمر بجميع شؤونه وما يهم ويخصه ثم بدأ يذكر الله عز وجل ويهلل الله يعني يذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اختص بهذا الذكر بقى في هذا الذكر في ذكر لا إله إلا الله ولذلك يقال أنه أعظم ذكر ذكر لا إله إلا الله كلمات تقال عند الفرج وعند الهم الشديد الإنسان يلجأ إلى الله ويذكر التوحيد وهو إمام الموحدين صلى الله عليه حتى جاءت زينب وأم كلثوم إليه بناته وجلسنا عنده وبكين فلما رآهن استعبر صلى الله عليه يعني طيل هذا المصاب لم يرى باكيا حتى رأى زينب وهي تبكي فاستعبر لها ثم قالت له الحوراء يا أبا أريد أن أسألك سؤال عن حديث حدثتنيه أم عيما قال وما الحديث يا بني قالت حدثتني عن أسألك عن حديث عاشوراء فقال عليه السلام نعم صحيح الحديث كما حدثت كيهم وأيما فأنت الذي لك بصاب عظيم في عاشوراء نعم انت رهت تسبين وترين ما ترين في عاشوراء أكد لها واقعت عاشوراء يقول محمد من الحالفية فلما جاء يوم الواحد والعشرين رأينا أن الأمير المؤمنين قد بدأ به الضعف وبدأ به السوم حتى وصل إلى حال الرحظات الأخيرة وقد امتنى عن الطعام والشراب إلا من ذكر الله عز وجل كان لسانه لا يفتع عن ذكر الله كان مجغولا بالذكر الشريف وأسبل يديه ومدد رجليه ورأى أن عياله ودعهم وطال النظر لهم وكان أشدهم بكاء عليه هو الحسين وعليه السلام فقد قال له سلام الله عليه يا أبضع يدك على قلبي لأني أخشى أن أموت من بعدك وعلاقة الحسين بأمير المؤمنين كانت علاقة شديدة جدا حتى أن الحسن عليه السلام في المنتهى الآمان الشيخ عباس القوم يذكر في حالات الحسين أن الحسن عليه السلام كان يهاب الحسين مهابة شديدة وقد سئل عن ذلك قيل له يا أبا محمد إنك تعظم أخاك الحسين حتى كأنه هو أكبر منك فقال لا تلوموني إن هيبة الحسين تذكرني بهيبة أمير المؤمنين فقد كان معه يصلي بصلاته ويعكل من أكله فإذا رأيته ذكرته أبيه ولذلك علاقة سيد الشهداء كانت صميمية حميمية راقية جدا مع أبيه أمير المؤمنين كان متعلقا به فقال يا أبي ضع يدك على قلبي فإني أخشى أن أموت بعدك وضع يده على قلبه ودعا له بالصبر ولعا له بالتأسي وما بقي إلا لحظات أو ساعات في هذا الجو حتى ضعف صوته سلام الله عليه وتوفي واستشهد سلام الله عليه وذكر الله ولا إله إلا الله على شفتيه المقدسين فمات أمير المؤمنين بهذا الجو ولذلك وقعت صاعقة عظيمة على أهل البيت ومصيبة كبيرة على شيعتهم وبكى شيوخ الشيعة الذين كانوا والقادة الذين اجتبعوا وكل المؤمنين والأحرار في العالم انزعجوا لموته ولذلك لما توفي سلام الله عليه وطار الخبر برحيله لما وصل الخبر هناك يحدثنا التاريخ إلى أن عمر بن العاص كتب كتابا لمعاوية بن أبي سفيان يقول له فيه إن أسد العراق قد لاقى شعوبة لاحظوا هذا التعبير ينقله ابن أبي الحديد في نهج البلاغة ابن العاص يكتب رسالة ليه معاوية؟ إن أسد العراق قد لاقى شعوبة يعني الأسد اللي في العراق مات لاقى شعوبة يعني مات يقصد فيه أبي يجاوب معاوية فقل للطرائد تسرح كما تشاء يعني خلاص بعد ما عدنا أحد يصدنا في وجهنا فقل للطرائد تسرح أو تلعب كما تشاء ولما جاء نعيه إلى عائشة جاء الخبر للمدينة وسمعت عائشة بأنه مات أو قتل أمير المؤمنين فقالت هذه الكلمات فقل للعرب تفعل ما تشاء فقد مات الذي كان يضربها على خيشومها يعني خلي روح أعملوا ما تشاءون بعد ماك واحد يصدكون مات هذا الرجل واحد كان انتهى وكانت أثر وفاته وصلت حتى إلى قيصر هناك في الطبر يذكر أنه صارت محاورة بين قيصر يسأل بعض أسرى المسلمين يعني كانوا أسرى المسلمين استدعاهم قيصر يسألهم عن علي فلما أخبرهم بموت علي لأنهم كانوا أسرى في السجن بكهوا لرحيل أمير المؤمنين فأخذ يستحثهم في الأسئلة عن أمير المؤمنين السلام فإذن كان لها أجواء وصد واسع في العالم في شهادة ورحلة أمير المؤمنين السلام وانقسم أهل العراق وتغيرت الدنيا إلى اليوم نعاني من آثار هذه الصدمة الخطيرة جدا التي أسست اختيال الأمير المؤمنين إلى هذه المآسي مآسي عاشراء مآسي أهل البيت مآسي الشيعة أهل البيت مآسي المظلومين وانتشر الظلم والقبح والغزوات المليئة بالوحشية وطرح إسلام مشوه للأسف على يد طغاة بني أمية والعباسيين لو قدر لهذا الرجل أن يستلم هذه الأمور ويجسد هذه الأطروحة الإلهية لتغير وجه الأرض ولا يساعد أهل الأرض بحكومته الرشيدة سلام الله عليه ولكن الأمة نعم اختارت لنفسها ولم توفق بما اختارت له بأنها عطلت هذا العظيم وهذا المصلح الأكبر ثم لما استشهد عليه السلام حمل نعشه الشريف بوصية منه إلى النجف الأشرف إلى ظهر الكوفة وهو الغري والغري وأرض قديمة جدا اشتراها أمير الميعي السلام من دهاقين الكوفة وتجار الحيرة بأربعين ألف درهم أمير المنين اشترا هذا الموقع وادي السلام اشتراه النجف بأربعين ألف درهم وأوقفه مقبرة ويقال أنه شم التراب وقال واهن عليك يا تربة ما أطهرك وأنقاك وفعلا أرض النجف أرض كأنها سبحان الله يعني خلقت أن تكون تربة مقبرة تراب طاهر جاف يحفظ الأجساد ولها رائحة وعطر خاص وسكون وسكينة خاصة في أرض النجف فاشتراها وأوقفها لأنهم عادة أهل البيت أنهم يشترون مكان قبورهم سلام الله عليهم حتى كذلك فعل الحسين في أرض كربلاء فقد اشترى واقعة الأرض كربلاء اشتراها بستين ألف درهم من عشائر بني أسد إذن وحمل سلام الله عليه نعشه ليلا عجل بدفنه عندما توفي عصر يوم الأحد اللي هو يوم 21 من رمضان ليلا جهز سلام الله عليه وحنط ببقية حنوط فضلت من حنوط رسول الله جاء بها جبريل عليه السلام وقسم هذا الحنوط قسم إلى النبي وقسم إلى الزهراء وقسم إلى أمير المؤمنين وقسم إلى الحسن عليه السلام وترك الحسين لأنه لم يحنط إلا بدمه صلى الله عليه وهكذا حصل وحنط بهذا الحنوط الذي جاء به جبريل إلى النبي وحمل الجسد الشريف نصف الليل ولم يكن هناك مع المشيعين إلا الحسن والحسين وأولاد أمير المؤمنين السلام بالفضل محمد الحنفية أولاد أمير المؤمنين وخواص الشيعة وهم صعصة بن صوحان وعدي بن حاتم الطائي والأصبغ بن نباتة وأمثالهم الخواص وحجر بن عدين الكندي في الروايات أيضا كان موجود يعني مجموعة قلائل من خواص الشيعة بأمر من أمير المؤمنين السلام وقد شهدوا على وصيته يعني أمير المؤمنين كتب وصية أمير المؤمنين السلام إلى وصية وإلى موقوفة وهي من الكتب المعروفة موقوفات علي ووصية أمير المؤمنين وقد شهد صعصعة في من شهد في الوصية هؤلاء حضروا التشيع المختصر بأمر من أمير المؤمنين دفن ليلا في النجف وأمر بإعفاء قبره يعني إخفاءه لأنه يعلم أن معاوية ابن سفيان لو قدر أن قبر أمير المؤمنين يكون ظاهر ممكن هذا اللعين يخرج الجسد الطاهر ولذلك بقي مخفيا حتى أمر الله بأن يظهر في زمان بعد مئة سنة أو أكثر زمان هارون العباسي ظهر القبر الشريف ولكن كان الشيعة بأمر من الأئمة علي مسام يزورونه على الخفاء وينقل هناك حادثة عن الحجاج بن يوسف الكندي ثقفي الحجاج بن يوسف الثقفي عندما عمر جدد بناء القصر الإمارة وجد جسدا طريا لشيخ أبيض الرأس واللحية وجد جنازة متفونة في قصر الإمارة شيخ يعني رجل كبير في السن أبيض الرأس واللحية فقال الحجاج هذا أبو تراب يعني هذا علي بن أبي طالب علي بالنار لأحرق هذا الجسد يريد يحرق هذا الجسد اللي وجده في أساسات قصر الإمارة فقيل له للحجاج إن علي ضرب على رأسه رأسه مجروح وهذا رجسه سالم هذا مو علي بن أبي طالب هذا واحد ما يثمه الله أعلم منه فتركه اللعين وهذا يثبت أن أميرونين كان على الحق والصواب عندما أمر بإخفاء قبر لأن هناك طواغيت كانوا يريدون أن يخرجوا هذا الجسد المقدس إلا أن الله سبحانه وتعالى حفظه لنا وحفظ هذه البقعة المباركة في النجف الأشرف ولما دفن عليه السلام ليلا في هذا القبر الشريف الذي في النجف بعد أن أمر عليه السلام بتحديد هذا المعالم معالم هذا القبر وهو الذي عين للحسنين سلام الله عليهم دفن ومن توفيق الله عز وجل أنه يدفن إلى جنبي نوح وآدم عليه السلام الأنبياء العظام حتى ورد في الزيارة السلام عليك يا أمير المؤمنين وعلى ضجيعيك آدم ونوح وجهريك هودا وصالح فيه وقع مباركة عندنا في الروايات أنه سبعين نبي دفن في هذا الوادي وادي السلام التي جعلها الله أرضا ومقبرة لأميره عليه السلام فلما دفنوه أهالي التراب عليه رجعوا باكين إلى الكوفة فمروا على خربة في الطريق وإذا بهم يسمعون أنينة وشكوى في نصف الليل من خربة فدخل الحسنان إلى هذه الخربة فوجدوا فيها مسكينا ضريرا بائسا جائعا يا إن من الجوع فقال له يا هذا ماذا أنت ماذا تفعل هنا قال لهم أنا غريب ليسن في هذه البلدة وإني ضرير ومسكي ولا يوجد لي أي مأوى إلا أنه كان يأتيني رجل صالح كل ليلة بطعام وله اليوم ثلاثة أيام لم يأتي فقال له هل عرفته قال كنت قد سألته عن اسمه فكان يقول لي مسكين يجالس مسكينا ولكنه كان كثير التسبيح والتقديس وكان يخيل لي أن الحجر والمدر يسبح ويقدس بتسبيحه يشعر أن الوجود يسبح ويقدس فبكى الحسنان عند السماع هذا وقال له يا شيخ اعلم إنه الآن قد ععدنا من دفنه فقد مات فقال لهم سألتكما بالله من هو ومن أنتما فقال هذا أبونا أمير المؤمنين علي ونحن الحسن والحسين وإذا بهذا المسكين يضرب رأسه ويهيل التراب على رأسه ويندب أمير المؤمنين ثم يقول بالله سألتكما أنت خذاني إلى قبره يا سيدي خذاني إلى قبره فأخذاه سلام الله عليهما لنبلهما وطيب معدنهما أخذاه إلى أمير المؤمنين ووضع يده على قبر أمير المؤمنين وإذا به يصيح ويسقط ميتا لاحظوا هذا عجيب مسكين ضرير لم يرى أمير المؤمنين في حياته ولكنه ما استطاع أفراقه فمات لوعة على علي فدفنوه عند أمير المؤمنين سلام الله عليه وليت حال الحسن والحسين كيف فارق أمير المؤمنين ولذلك يقول صعصع بن صوحان رضوان الله عليه وهو من شيوخ الشيعة ومن حوارية أمير المؤمنين وقد شهد دفن أمير المؤمنين وضع يده على قبر أمير المؤمنين ويده الأخرى على قلبه وقال آهن يا قلبي آهن يا علي وأخذ يندب أمير المؤمنين بهذه الأبيات هل هل خبر القبر سائله أم قر عينا بزائره أم هل تراه أحاط علما بالجسد المستكن فيه لو علم القبر من يواري تاه على كل من يليه يا موت ماذا أردت مني حققت ما كنت أتقيه يا موت لو تقبل افتداعا لكنت بالروح أفتديه دهر رماني بفقد إلفي أذم دهري وأشتكيه هكذا هو الواقع وهكذا هو الحال لأمير المؤمنين سلام الله عليه فقدست تلك الأجساد الطاهرة التي حوتك في النجف الأشرف طهرة وعظمة وقدس ذاك القبر الذي فيه جسد أبي تراب أمير المؤمنين عليه السلام وشاء الله أن يصبح قبلة للمؤمنين جميعا ومأوى ومأوى الأفئد لزواره أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا يباعد بيننا وبينه إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وإنا لله وإنا إليه راجع ترجمة نانسي قنقر